مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله عليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة يوم الاثنين بحيث تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وبشكل عام بيكون الطاقس دافئ أثناء النهار لطيف أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية دافئة نسبيا إلى حار نسبيا اعتبارا من اليوم وخلال يومين أو ثلاثة أيام القادمة بحيث تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة تستمر الانتفاع حتى يوم الثلاثة ويوم الأربعاء تثبت الأجواء دافئة إلى حار نسبيا أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء وطيفة تظهر بعض السحب العالية أحيانا الصورة المتوقعة 16 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يوم الاثنين أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل تظهر بعض السحب العالية العظمى المتوقعة 29 الصورة 20 درجة مئوية يوم الثلاثة والأربعاء أجواء حارة نسبيا مشمسة وأيضا معتدلة إلى لطيفة أثناء الليل الثلاثة العظمى 32 والصورة 24 والأربعاء العظمى 31 والصورة 16 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصورة المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية المناطق الشمالية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا إربة 33-21 عجلون 31-21 جرش 33-21 المفرق 32-19 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى البلقاء 31-21 مأدوة 29-19 عمان 29-20 الزرقاء 33-20 والبحر الميت أجواء حارة وكذلك الأهوار العظمى 39 والصورة 26 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية الكارك 30-19 الطفيلة 28-20 والشراء العظمى 26 والصورة 19 ومعان العظمى 32 والصورة 19 وخليز عقبي أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 37-27 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء دافع إلى حارة نسبيا نهارا ومعتدلة ليلا الأزرق 35-21 الصفاوي 33-19 والرويشد 31 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة